السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وبهالفيديو راح نحكي عن خمس خرافات من او بتتمحبر حوالين شواحن التليفونات خلينا نبلش فيهم على طول اول خرافة اللي هي انه الشواحن الغير مخصصة للتليفون بتخربه وهذا الحكي مش مظبوط يعني مش واضح بالزبط ليش لانه الان انت في عندك اكثر من نوع من الشواحن في عندك شاحن اللي بيجي مع جهازك اللي بتكون الشركة عملته خصوصة لجهازك وفي عندك شاحن بيكون غير مخصص للجهاز يعني بتكون مصنوع من شركة وضعها جيد وسمعتها جيدة ومنتجاتها من ناحية الجودة جيدة ولكن مش عاملينه خصوصة التي تليفوناك بس مرات ممكن يكون نفس الفولتية ونفس قدرة الكهرباء وقدرة الاوتبوت تاعت الشاحن بتكون مطابقة لشاحن تليفونك وهذا الشاحن ما رح يعمل لك اي مشاكل نهائيا ففيه انه النوع الاخير اللي هو التقليد في عندك شواحن بتطلع بتكون ان كان بشكل عام بتكون صينية بالاغلب بحيث انها بتكون رخيصة وتجارية هاي الشواحن ممكن تعمل لك مشاكل ممكن تضرب لك الجهاز حتى بالاستخدام الطويل ممكن تخرب لك البطارية ثاني خرافة انه بحكولك ما بيصير انك تستخدم الجهاز وهو محطوط على الشاحن الان هاي القاعدة النهائية ابدا ما هي صحيحة المشكلة الوحيدة بتكون بالموضوع اذا استخدمت شاحن تقليد زي اللي حكينا عنه قبل شوي اما اذا استخدمتوا على شاحن بجودة منيحة ان كان المخصص لاله اول مش المخصص لاله ولكن من براند منيحة وبجودة منيحة وبفلتية كهربا منيحة ما رح تواجه اي مشاكل فموضوع انه تستخدم الجهاز هو على الشاحن فعليا ما بفرق نهائي ثالث خرافة بتحكيين انه لما تترك تليفونك على الشاحن طول الليل بالنهاية هذا الموضوع بيخرب لك البطارية او بيقسر من عمرها هذا الكلام نهائيا مش صحيح فيعني فعليا تليفونات حاليا صارت كثير ذكية اكثر مما كانت عليه في الزمنات فتليفونك بعرف انه لما تفلل البطارية بوقف يشحن فشوف مرات في بعض التليفونات حتى بكتب لك انه يعني انه محطوط في الشاحن ولكن مش قاعد بشحن لانه البطارية فللت فما بدها تحرق الخلايا اللي جوه او تستهلكها بشكل زيادة فبتوقف الشحن هذا الحكي كان صحيح في التليفونات القديمة لكن التليفونات الحالية الموجودة حاليا الذكية كلها بشكل عام ما بتواجه اي مشكلة في هذا الموضوع الخرافة الرابعة اللي هي بتحكي لك انه ما في داعي تطفي تليفونك ابدا وهذا الحكي مش صحيح لانه بغض النظر عن شو مكان نوع جهازك وشو مكانت قدراته يعني هاي بالنهاية مكينة فلازم تعطيها راحة يعني اشي منيح انك بين كل فترة وفترة تطفي جهازك وترجع تشغله حتى لو ما كنت بتواجه اي مشاكل ولو ما كن عندك اي مشكلة نهائيا في التعامل مع الجهاز او في عمر البطارية لازم تطفي الجهاز تعمله ريستارت كل فترة وفترة خامس خرافة ومنتشرة شوي نوعا ما بتحكي لك انه ما تشحن تليفونك الا لما تفضي البطارية كليا وفي ناس بالحكس بيحكوا لك انه هذا الموضوع بطول عمر البطارية وهذا الحكي مش صحيح ابدا الان البطاريات كلها بشكل عام بيجي الها اشي اسمه charging cycles بمعنى انه عندك البطارية لما تستلمها بيجي لها عداد كم مرة ممكن تشحنها على الاخر وترجع تفضيها وتشحنها على الاخر وترجع تفضيها فانت لما تترك تليفونك يعني شحنه يخلص على الاخر انت بهيك يعني نقصت charging cycle واحدة من العمر الكلي بس الموضوع منيح انك تخلي يعني تخلي شحن تليفونك ما بين تقريبا العشرين بالمية والثمانين الى تسعين بالمية الان ايش الفكرة بالموضوع لما تفضي البطارية على الاخر بطاريات الاجهزة الخلوية كلها حاليا او اجهزة ذكية بشكل عام كلها مصنوعة او بتقنية الليثيوم ايون اللي هي هاي التقنية لما تظلك تفضيها وترجع تشحنها تفضيها وترجع تشحنها تعم بتخلي الخلايا غير مستقرة انستيبل وهذا الاشي بضر في عمر البطارية وفي جهازك نفسه بحيث انه استهلاك او توفير الطاقة للجهاز بصير فيه خلل بشكل عام هدول كانوا بشكل سريع خرافات منتشرة اما حوالين شحن التليفونات حوالين بطاريات التليفونات اذا في عندكم اي معلومات اخرى حابين ضيفوها اكتبونا اياها في قسم التعليقات تحت واعملوا لايك للفيديو وشير واللي مش مشترك اعمل اشتراك كان معكم صلاح حامد في امان الله اشتركوا في القناة